السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم بعد نشرها لفترة وجيزة على وسائل التواصل الاجتماعي المفاوضية الأوروبية تزيل ملسقا يروج لمبادرة تعليمية يصور فتاة ترتدي الحجاب بعد أن أثار غضبا واسع النطاق لا سيما في فرنسا وقالت صحيفة لوفي جاغو الفرنسية التي أوردت الخبر أن القصة بدأت عندما نشر المرشع السابق لرئاسيات الفرنسية اليمينية المتطرف إيريك زمور على حسابه في تويتر ملسقا نشرته المفاوضية الأوروبية تظهر فيه طفلة بابتسامة عريضة وتلف رأسها بوشاح إسلامي وأضافت لوفي جاغو أن ردة الفعل الأولى لمستخدم الانترنت كانت مطالبة زمور بالكشف عن مصدره إذ إن الكثير منهم اعتقدوا أن ما رأوه كان مجرد منتاج خصوصا أنهم لم يعثروا على الملسق في حساب الاتحاد ما يعني أنه اختفى بالسرعة نفسها التي ظهر بها ومع ذلك تقول الصحيفة يظهر أرشيف حساب الاتحاد أنه نشر الملسق المذكور الساعة السابعة صباحا يوم الحادي والعشرين من سبتمبر أيلول الحالي وأزيل بعيد ذلك دون أن يذكر أي شيء عن السبب ويبدو أن هذا الملسق أثار غضب بعض الفرنسيين وبالذات رموز اليمين المتطرف حيث انضمت المرشحة الأخرى لليمين المتطرف لرئاسة مارين لوبان لزمور للتنديد باستسلام المفوضية الأربية أو حتى إقدامها على الدعاية لرمز ديني تحضره فنانسا بالذات في المدارس العامة ترجمة نانسي قنقر